السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحمة بكم أصدقائي في حلقة جديدة على قناتكم في هذه الحلقة أصدقائي رح نقوم معكم بكيفية تغيير كلمة مرور موديم كاتجي بنوعي الحديث والقديم الخاص باتصارات الجزائر رح نقوم بتغيير كلمة المرور وكيفية معرفة كلمة المرور اللي إذا كانت ليست لدينا فقط عن طريق الهاتف النقال فقط والذي الخطوات سوف نستخدم فيها الهاتف فقط أيضا لمن لديه الحسب يمكن استخدام نفس الخطوات لذلك ننتقل مباشرة حتى لا أوطيل عليكم فقط لا تبقى لعلينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديد للقناة دائما كما تشوفوا يا أصدقائي هلو الموديم اللي إن شاء الله اليوم رح نقوم بتغيير كلمة السر لهذا الموديم كاتجي باستخدام الهاتف فقط يوم يا أصدقائي رح نقوم بتغيير كلمة السر خطوة بخطوة فقط هلو نزل الحلقة حتى النهاية حتى تستفيدون إن شاء الله مباشرة يا أصدقائي نبدأ في أول الخطوة كما تشاهدون يا أصدقائي توجد هذه الثقبة الصغيرة هنا وش رح تجيب رح تجيب إبرة تقوم بالضغط هنا لمدة ثلاث ثواني إلى خمس ثواني حتى ينطبق الموديم وتشتغل هنا في هذه النقطة سوف تظهر باللون الأصفر ثم باللون الأخضر بعد أو باللون الأزرق بعدها مباشرة تذهب إلى هنا سوف يقوم الموديم بإعادة الضبط المصنع بعدها سوف تظهر بالنظر الخلف هنا كما تشاهدون يا أصدقائي سوف تجد هنا الويفي كلي يعني هذا هو الموديم بإعادة التشغيل يشعل بالكود هذا كما تشاهدون يا أصدقائي 84FAR هذا الكود وش هنضيره هنا الكود هذا رح يكون سهل الاختراق رح نقوم بتغيره رح نضيره رح نروح مباشرة إلى متصفح جوجل كروم باستخدام الهاتف كما تشوفوا يا أصدقائي بعد قمنا بالاتصال بالموديم في الأعلى كما تشوفوا بالشبكة في الأعلى يظهر لي علامة إي لأني لست مخلص حقوق الاشتراك الشهرية فقط لهذا اليوم يزالك الإنترنت غير موجودة لكن يمكننا تغيير الكود فقط من طريق متصفح جوجل كروم بالدخل على متصفح جوجل كروم سوف نقوم بكتابة الـ IP الذي يظهر أمامكم فيه الأعلى هذا الـ IP موحد سوف نقوم بتغييره 192 نقطة 168 نقطة 8 نقطة 1 كما يظهر أمامكم فيه الأعلى وكيف تلقوا الـ IP وهذا رح تلقاوه في الموديم كيف راني يمرر لكم في الأعلى الآن رح تدخل دخول مباشرة رح يديك لهذه الصفحة يا أصدقائي كما تشوف رح يديك لهذه الصفحة مباشرة وش رح يصدق اصدقائي صفحة الويب مباشرة كما تصف يا أصدقائي في الأسفل سوف يظهر لنا بهذه الواجهة حينا وش رح نديره رح نخيره الإعدادات كما تشوفوا الإعدادات تنقذ لك على الإعدادات سوف يكتب اسم المستخدم و كلمة المورور اسم المستخدم الموحدة تقوم بـ Admin في هذه الطريقة وفي الخانة الكلمة المورور سوف تكتب Admin أيضا سوف تكتب Admin بالحروف الصغيرة ثم تقوم بالنقرة على تسجيل الدخول مباشرة سوف يكتب كما ترى بـ Admin تستطيع أن تضيف كلمة المورور ثم تغيير تغيير ثم تستطيع أن تبدلها لكن لا تستطيع أن تبدلها بعد كما ترى يا صديقائي سوف تدخل الإعدادات بهذه الطريقة سوف نخيله وكما ترى على ويلان سوف تجد إعدادات أساسية وإعدادات متقدمة كما ترى سوف نقوم بتغيير كلمة المورور سوف نقوم بتغيير كلمة المورور سوف نقوم بتغيير كلمة المورور وكما ترى فيها صديقائي سوف يظهر لنا اسم الموديم الخاص بنا في خانة وضع الأمال سوف ترى WPA2 PSK وفي المفتاح المشترك هنا كما ترى فيها صديقائي كما ترى فيها صديقائي سوف تظهر لك 84 إجراء سوف ترى كود سوف تقوم بتغيير كود ثم تكمل كود جديد سوف تقوم بتغيير كود هنا سوف تغيير تغيير المورور فقط من الهاتف يا أصدقائي بدون أن تحتاج إلى كمبيوتر لذلك نراكم في الموضع لاحقا السلام عليكم